بما أن هذا موضوعنا لليوم فالأفضل أن يكون معنا شخص مختص في هذا المجال راح نتكلم عن أسباب والدوافع التي تخلي الشاب لكويتي ممكن أن يلجأ للزواج من فتاة أجنبية راح نتكلم في هذا الموضوع مع الأستاذة مونة عبدالجليل مستشارة الأسرة والزواج مساء الخير وحياة الله يا هلا فيكم حياكم والله نورتنا أستاذة مونة بالفترة الخير ممكن تسألكنا وقلنا أراءنا في موضوع زواج الكويتي من غير الكويتية ولكن هل فعلا قام الشاب الكويتي يتزوج من غير أجنبية بشكل واضح في مجتمعنا؟ والله هو المفروض أنه إحنا يفترض ما نعمم بس أنا قبل ما أدخل يعني على أي شيء ودي أقول لكم يعني جملة حافظتها صار لي أحفظها يومين من كلمني المعد أبي أقول أنه إحنا عندنا جيل شباب يهبل واعد واعي ويبرد الشبد وصراحة وين ما أروح أشوف شغلهم وعمالهم وأفكارهم أحس أني ودي أطلع بكل قنوات الإعلامية وأقول الله يحنا عندنا شباب والله العظيم يعني وين ما أروح أشوف شدي يعني نماذج جميلة يعني كأنها أوسمة على صدر الكويت والله صحيح وترحنا دائما يكونوا معنا في رأيكم شباب ضيوفنا شباب ودائما ما يكون عندهم هذه الإنجازات فالواحد يتشرف أنه يقابلهم لأوان طبعا كنت تتمنى أن تشوفين حلقة أمس الشباب الموجودين عندنا من الطاقات كانت الحلقة جميلة شباب في عمر ثاني ثانوي وراحوا لأمريكا في الأمم المتحدة وشاركها وكانوا سفراء حق ديرتنا وتكلون في مواضيع جدا يمكن الكبار ما يطرقون له ويتكلمون عنها شفت شلون عندنا لا الحمد لله عندنا مخزون أنا أسميه مخزون مخزون قوة بشرية بس منتظر يعني فيه طاقات منتظر أنها يعني بس تطلع زين نرجع حق سؤالنا سأل يقول أن هل فعلا أنا شاب الكويت يتجه بالزواج لأجنبية بشكل عام وبشكل واضح في مجتمعنا يعني إحنا ما نبي نقول أنه يعني قاعد يتوجه حتى ما نعطي الرقم الكبير إحنا قاعدين نقول البعض حاليا بالفعل قاعد يقرر يعني قبل ما قاعد يفكر أن نتيجة أسباب معينة يتجه أن يتزوج من غير الكويتي يعني ما بيذكرها أجنبية رجعا من غير الكويتي لأن الأجنبية ممكن تكون عربية صحيح وممكن تكون مثلا غربية يعني من أي مكان ثاني طيب ليش أولا لأنها يا جماعة أرخص يوالله أرخص إحنا البنات وين وصلوا بمهورهم عشر ودعش واثنعش هذا المقدم فيه مؤخر المؤخر ليش لأن المؤخر علي ترياج بعدين يعني أمسكه زين رقم واحد رقم ثنين أنا لأني كنت في رحلة يعني علاج مع أخوي وبنته فتعرفت هناك على الجاليات اللي موجودة العربية يعني في منهم كانوا وتفاجأت بشباب كويتيين مهاجرين يعني قاعدين هناك متزوجين هناك وقاعدين طيب أسألهم شباب كويتي يعني طيب ليش أنتوا قاعدين هنا سوري سامحوني أنا ماكون وايت شفافة ها أبي أتكلم يعني براحتي قالوا لأن ما أنا بيها تفتح عيونها على الأشياء اللي البنات قاعدين يسوونهم يعني الحرية الزايدة الاستقلال الاقتصادي اقتصادي يعني المالي عندها معاش كيفها متى ما تبي تسوي متى ما تبي تطلع متى فأنا أبيها تكون يعني هي زوجة وأم وربة بيت هناك الوضع مختلف تماما ليش لأن بعض المجتمعات يعني يستنكرون وجود عاملة بالبيت تساعدهم صحيح لا وقبل قبل قبل هالفترة هذي كانت الأماية صحيح ربت بيت بس كانت إيها سبحان الله حتى إيها أم الزوج تصير صحيح تصير الأم تصير العش هذا فالبعض من الشباب اللي نقول لا يزال يؤمن بالمدرسة القديمة يبيها الصورة أو النموذج القديم صحيح لأن شاف أراد أم على نفس المنوال صحيح يبي نفس هذه البيئة اللي هو تربى فيها النموذج هذا يبي زوجته أم ماية تكون أم ماية حقه وحق عياله وحق يمكن الجيران صحيح يمكن استاذة البعض ممكن هو يشوف أن ساعات البنات مثلا يتمون في تتم في لبسها جمالها الماركات اللي هي أشايا لتها إلا رقم واحد أي تشوف أن هذه الأشياء الظاهرية هي اللي ممكن تأهلها أنها تكون زوجة في النهاية تتوقع أنها مثلا إذا راحت عرس لازم تكون في كامل أناقتها علشان فتسبب ثقل على ظهره حتى لو كانت مثلا يعني حيث تطلع إلى واحد تقول والله أستاذة أنا أسوي كلها من معاشي إيه بس أنت قاعد تأخذين وقت يعني هذا الوقت في إعداد نفسك مثلا وفي تقديم المجاملات الاجتماعية هذه كلها على حساب منه الوقت هذا على حساب منه يكون يعني إحنا اليوم لما المراتي تتزوج مثلا تدخل يعني الزواج ترى غير أنت لما تكونين عزوبية مثلا ينقلها غير لما تكونين مرتبطة ببيت ها بيت وإسراء وعيال الآن وقتش لازم يكون مقسم البعض ما عنده هذه الإدارة الجيدة المتزوجة والأم كلها اختصاصات كلها يعني مثلا مثلا الموظف الموظف لما يكون مثلا مبتد بعدين يوصل إلى جونير بعدين سينير عرفت شون تكون في عنده تخصصات في العمل نفس الشي بالنسبة للمرأة طبعا وإحنا ما قدر نلوم يعني بشكل عام المرأة يعني نحط اللوم عليها عشان ما يزور لا يايدورك نصبر يايدورك نصبر وراح نعرف رأي شي موضوع حل المجتمع يعني متهيئ للرجل الكويتين يتزوج للبنت خنقول الأجنبية أو غير كويتية بشكل عام وتغير النسل ولكن فاصل صغير وردين رجعنا ومكملين حوارنا مع ضيفتنا والأسباب متعددة وكثيرة ليش قاعد تجه الشاب الكويتي بالزواج لغير الكويتية ممكن سألتش السادة مونا في موضوع أن هل مجتمعنا متهيئ بشكل عام من الرجل الكويت يتزوج من غير الكويتية لتغيير النسل بشكل عام استاذي شوف يعني إحنا دايما نعول على نجاح العلاقات الزوجية على عدة عوامل براي شخصي أكو فيه كلمة اسمها تكافؤ التكافؤ لازم ضروري جدا يكون بين الزوجين بالعلم بالمكانة الاجتماعية بالثقافة مثلا يعني وايد حتى بالعمر طبعا طبعا ما يكون بين جيلين مثلا بينهم 12 14 15 سنة مثلا يعني واحدة من الأسباب اللي أنا ودي يعني أدخل فيها وأذكرها يعني بشفافية اتكشخ أنا بكشخ عشان تجد أبي أتزوج واحدة يعني تكون مختلفة مثلا يعني شقرة مثلا أبي أخذها برونزية مثلا أبي يعني تعرفون هذه الاكسسوارات صحيح يعني البنت بشنو تكشخ بالجنطة الماركة بالميكوب باللبس الريال بشنو يكشخ غير الأساور واللبس وهذا بالمرأة إن أنا أكشخ فيها حلوة ولاحظة وانا شنو يبت الحين أنا قادر أي يعني وحدة مثلها مثلا يعني عرفتوا هذه يعني هذه المعايير في الاختيار ممكن أن تخلي الشاب ما يفكر بواقعية يعني أنت الآن يايب كائن مختلف عنك مختلف عن أمك واختك طبعا مختلف عن بيئة المرقوق مختلف تماما يعني إحنا كانت عندنا وحدة يعني من الشباب متزوج وحدة مسكينة كان يقول يعني أنا على ما يبتها بس بعلمها الأكلات أسماء الأكلات عندنا يعني على ما تبدو تضبط نفسها يعني فهذه يعني فكرة ضروري أن الشاب يوتعي عليها لأن فجأة دم ينصدم فيها يعني سبب ثاني أبي يعني أتكلم فيه أن البعض من الشباب للأسف الشديد ما عنده الوازع الديني ما يهمه يعني لما يولي أثنين مروا ريال متزوجين بعد 13-14 سنة ريال يشتكي من الزوجة عندي بالمكتب تصدقين أستاذ أنا اكتشفت أن عيالي يطلعوا نصرانيين بسيحيين تلعني أنت ليش أنت مسلم يقول إيه بس أنا حي مو أدري شونا سأمت وحق لأن زوجتي ما كانت بتغير ديانتها وينك قبل 13 سنة كان عنده عادي أو كان عنده مو مهم أو كان عنده يصير خير بعدين صح في ناس لما أنت هي تتزوج تطالع بس بين ريولها حاليا حلوة مرتبة رخيصة مدري منه وشذي ما طالع لجدام الريال الذكي وأنا دائما أقول الريال الذكي اللي يدور أم حقه وحق عياله مثل ما المرأ إذا صارت ذكية الدور أم حقها وحق عيالها هذا هذا يسمونه زواج العاقل الذكي الحكيم لكن إذا أنا اليوم أبي أخذ لي وحدة والله تعطيني جوي تطلع معاي تركب معاي سيكل تركب مع السيكل أي والله والله صيد يعني في ويترى زواجات شذي يعني دق علي مثلا يقول أستاذة والله يا ريت يعني إذا مثلا مرت عليك سوى حتى خطابة سووني زي إذا مرت عليك وحدة مثلا شذي أنا ما نفهمه لا تعطيني جوي تمشي على جوي يعني تكشي تلبس تطلع ترى ما هذا الزواج زواج طريج وراح يكون بينكم يا هال تصنعون جيل مدرسة طبعا طبعا طيب أستاذة أنا برجع على نقطة المهور وغلاء المهور والأمور نفس هذه لما نفكر الشاب أنه هو يلجأ لفتاة مثلا غير كويتي بما نحن نتكلم عن مجتمع كويتي بسبب أنه والله لما تطلب مهار ما رح تطلب مهار عالي هل هذا رح يكون مقياس لنجاح علاقتك هل تفكيره صحيح؟ لا طبعا يا جماعة ترى أجمل العلاقات اللي تكون مبنية على المبادئ في واحد هنا ينبي قاعد قاعد يقول ترى المبادئ ما توكل عيش اليوم أنت عندك معاش اتوكل عيش حق بعد 20 سنة اليوم أنت عندك معاش موشبوش موشبو رح يقصرون عليك يعني المهار للتجهيز يعني الحين أنت صار لك طولها سنين ما تلبسين نفس الصخة تبت الزوجة عشان تلبسين كمان يعني في أفكار يعني المفروض أن الواحد ما يصير عنده غلو فيها يبقى قاعد معاه سعلي أنت تعفت في حقوق الزوجة أنت الحين شنو ممكن تقدم لنا لحياتنا نحن نبني فيها طيب إحنا كم يا هل رح نيب طيب شنو نحن نصدع من هالأطفال هل رح نضيف شيء لبعض مثلين في هذه الرحلة الجميلة إحنا شلون ممكن يعني نكون أصدقاء مو أزواج صحيح حاتوا هالسوالف مو تحاتيلي شكثر أنا بحط أنا خليني أفكر شكثر لازم أحط مؤخر ليش ليش ما يفكر بمؤخر إذا أنت قاعد تفكر في علاقة زوجية مفترض أن أنت تفكر في المفروض أنا فكر في ديمومة طبعا نبي نتكلم عن العمر يمكن نستاذ مننا وإسرار وائد أشخاص يمكن من الشباب يفكرون يابون يأخذون واحدة وائد صغيرة عساس أنه يكون كبير وفاهم فرق بين مثلا 14 سنة وقبل قاعد نشوف هذا الشيء موجود وناجح لليوم ولكن بهالفترة هذه ما أعتقد أننا ناجحة فريدنا نعرف العمر المناسب يعني للرجل والبنت بشكل عام أو أنا بيني وبينكم يعني مؤمنة بأن ما في عمر مناسب أقدر حدده 100% بس أنه ما يكون في فارق كبير لأن هذا الفارق ترى ممكن يخلق بالنص جيل جيل يكون ضايع يعني مثلا ذاك اليوم يا إلي واحد عمره 48 سنة يتزوج وحده عمرها 23 سنة أنا أقول لنزين ترى هذه ممكن تبتوح تلعب ألعاب ممكن صح ممكن طبعا إزاي أنت تتمشى بالأسبوك يعني أقول لا وي أنا مالي خوق ترى أنا يعني تشني كبيرة على هذه السؤال فهذه يعني فما في شوف أخي عبد لطيف التهيئة يعني ما لها ما لها عمر معين يعني أنا الحين مثلا من الصغر أعلم بنتي أول ما ندخل البيت مثلا في نظام تعال قيم ملابس يشترحين في أسنانة يشترحين في جام هذي نفس الشيء بالنسبة للتربية تربية الأم حق بنتها إشلون أنا أقدر أزرع إنها تكون زوجة من البداية إشلون أنا أقدر أزرع إنه أكون هذا الولد من البداية زوج أو أدي معي يشتري طباط والله ترعني دائما أضرب هذا وصي وصي أغراض إشلون أهي إشلون أصنع إشلون أربي ما يحتاج العمر يمكن أنا ابني عمرها 18-19 سنة قادرة نتفتح بيت قادرة نتشيل يمكن ولد عمره 21-22 سنة تخرج من الجامعة مباشرة قال حقه مثلا يما اليوم أنا مستعد أني أتزوج ليش لأن الأبو علم شلون يصير زوج فبالتالي رح يتهيأ ومدام هو حين صار زوج عند الاستعداد أن يكون أبو ولو أنه في عمر صغير هي قضية تهيؤة تعتمد على منه على المراجع الأم والأبو طبعا أكيد طيب ساذة إذا ما احنا تكلمنا في هذا الموضوع خلنتكلم عن المسؤولية وهي واحدة من أهم الأشياء لنجاح العلاقة الزوجية صحيح؟ صحيح وائد وائد منه قاعد تشوفين ممكن أنه في الوقت الحال قاعد يتحمل المسؤولية يعني قاعد نشوف ساعات في أمهات مثلا تقول أنا ودي جمعية ودي مدرسة ودي طبيبة ودي ما هو دوام ويرجع ينام أمور نفس هذه حتى أمس كنا قاعد نشوف في سوشال ميديا انتشرت نفس امتحان ماذا يفعل الأب في البيت وماذا تفعل الأم في البيت الأم حاطين لها وائد أشياء الأب مكتوب ياكل وينام هذه أكيد قاعد يسمعها من البيت لا 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 أنا يعني أبشركم أكو في في أبهات إشراف لا أوكي ما أخذ دور المشرف المراقب العام يعني تشنة يحط من عشرة هاي سوت شيء من عشرة هاي ثنين من هذا شوفي أنا دايما يعني أتكلم عن هذا الموضوع بمثال جميل جدا أبو عبد الله وأم عبد الله اليوم صارت أم عبد الله هي أيضا أبو عبد الله صار وصار أبو عبد الله يدوب أبو ما في عبد الله لأن عبد الله ما وفت تم فينا ضمير مستتر تقديره أبو عبد الله بس يعني في في بيوت في بيوت يعني إحنا ما أنا بنعمم أكو فيه ريايل أبهات والله والله يا إنهم ينحطون على الجرح يبرأ ويدنا نستنسخ منهم بعد نوزعهم على الديوانيات يدربون باج الريايل يعني أي والله المشكلة إن اليوم لما أم عبد الله بدت من البداية أدخلت البيت وخذت دور أبو عبد الله لا تلوم أبو عبد الله صار يعني اليوم هي قادرة على نتيب وتربي وتودي وتسوي وتحوط ليش ليش لأن أقولها ليش تقول أنا قلبي حار أنا بجي أسوي شيء بسرعة أنا لما أقول ليه وهي تباطي خل تباطي صح شغلة يوقف كيف مو هذا شغلة مو هذا دورة كيف خلي العالم كله يوقف يعني أنت الحين إذا ما سويت الكرة الأرضية بتوقف على الدوران صحيح يطح بحضن ثاني صحيح والله جيد يعني هذه علميا قضية علمية فالمرة لازم من البداية تعيد صياغة الرجل لأنه هو الأم صاغتة بطريقة فالزوجة هي تصيغ الرجل على بشكل عام أنا جدا عجبني موقف لطيف من هالموضوع أنا صاقف لا مراضي لأن دافعت على رياي لا مبتسم لا مبتسم لش أنا فعلا قلت هي صح ولكن في جانب ثاني دافعت عنه من حطونا على التح يعرفون يدورون البيت لا والله في نماذج أخوي عبداللطيف بشر و بشر المتابعين يعني في نماذج والله أنا ودي يعني أصغار وعمار صغيرة يعني أنا ذاك اليوم سويت دورة تدريبية حق لغات الحب الخمسة كان في عندنا شاب وأتمنى حين يكون قاعد طالع يعني يشوفني والله من آراء أنا يعني طايرة فيه ولد صغير هو زوج تيايين يحضرون الدورة يعني شنو رجل مسؤول مع أنه عمره صغير يعني أحس أنه هذا ممكن يطلع من تحت دينه أزواج يعني مستعدين أنهم يعني يبنون مجتمعات صغيرة أسر صحي صحي فياريت ياريت هالنموذج ينتشر بالمجتمع هل تشوفي نحن نستاذ مونا يمكن على نفس الموضوع نتكلم المسؤولية قبل الأم هي كانت تغسل كانت تشيل كانت حتى الغاز تروح يمكن تبدله كانت سوي وعد أشياء حتى شغل الزوج نفسها هل الحين البنت ما قامت تسوي هذه الأشياء وممكن قامت تسعى لانفتاح الموضوع وقامت تشوف السوشال ميديا وتدخل بعض العادات والتغاليد الثانية عندنا بالكويت أول شوفوا لكل زمن دولة ورجال ذاك الزمان راح كان متى 1901 ذاك الزمان يبقى راح الحين الزمان اختلف ذاك الزمان ما كان في آيفاد آيفون كلا 24 عم نزل نتحت حقه صرنا نتحت عبيد حقه زين راح الزمان راح الآن اللي يفترض اللي هو الزواج العاقل انه انت كأنه لبس الزواج كأنه لبس تلبسه بمقياسك بثوبك انت يعني احنا الحين لما نقول نرجع على مثال بسيط كويتي قديم حالات الثوب رقعته من نوفي نرجع على الزواج من الجنبية أو غير الكويتية والكويتية أوكي ما يخالف لحنا قامت تطلع جينزات عليها الطمقات رقع وحلوة هذه هبة هبة زين مو شيء أصيل مو شيء كلاسك هذا الكلاسك اللي احنا قاعدين نلبسه لكن الهبات لها أيام وتمشي تعد يتروح لذلك اليوم الزواج لازم يكون بالضبط منحوت ومرسوم ومصنوع ومتهيئ على هذا الزمان هذا الزواج العاقل الحكيم اليوم أنا أقعد مع الزوج ياه يخطبني مثلا شا تعرف أنت عن واجباتك تجاه الزوج شا تعرف عن حقوقي والمرأة تقول نفس الشيء أنا ترى رح أقدم لك شذي وشذي وشذي يرسمون خريطة ويدخلون فيها الزواج كل مشروك مبروك طبعا فإذا صار في بيوت في بيوت الريال ياه يداش حط ريل على ريل شنو ممكن تعطيني شنو ممكن أقول معاشد شون رح مستثمر صحيح أستاذ مع العلم أنه في بعض أيضا الأزواج أنه تلقينهم في بداية الزواج تلقينها حاضر وإن شاء الله ما بين الأثنين لكن حتى لو حطوا هذه الخطة بعد شم سنة سنتين ثلاثة قد تكون فيها تقييرات يمكن ما يكونون هم ماشيين على هذه الخطة رح نتكلم أكثر في هذا الموضوع لكن بعد هذا الريك بجعنا ومكملين حوارنا مع السادة مونة العبدالجليل في موضوع الزواج ولكن بشكل عام السادة مونة عشان ما يزعون منه شاب يعني منه شوية أنا سكت وقلت كلام صحيح ولكن يمكن بقول بلسان الشباب الثانين تنا وايد يعني طبينا بالريايل يعني وايد من الحريم يقولون الريال مثلا ما يشيل مسؤولية ما يشتغل ما يسوي ما يحط بس يأكل يشرب بنام أوكي موجودة هذه الفئة ولكن في فئة كبيرة ممكن يشيلون المسؤولية لا والله في فئة يعني قاعد أقول لك احنا ودنا ودنا نهيئهم من كده ما هم زينين ودنا نهيئهم ان يدربون والله كان زين هذه الفكرة يعني يتبنونها مثلا وزارة الشباب اي والله كان زين ان يبون التجارب الناجحة صحيح يبونها ويبون الريايل والحريم اللي موجودين ويبدون يعطون دورات تدريبية فعلية ان هذول الشباب الناجح ايشلون قاعدين يديرون بيوتهم فتكون نقل لتجارب وقصص ناجحة للمقبلين على الزواج لا فيه حرام حرام ما نلوم يعني الكلية صحيح ابا تكلم على نفس النقطة يمكن احنا قبل شوية كنا نتكلم انه والله الجيل السابق كانوا كانوا افضل كانوا بمعنى انهما والله قادرين انهما يتحملون مسئولية البيت وغيرها مع العلم انه في البعض يقولك ممكننا الحين كتعامل ما بين الرجل والمرأة الرجل في هذا الزمن تعاملة مع المرأة افضل من السابق بمعنى قبل كانت هي موجودة في البيت ما تطلع ما تروح ولا ترد ولا تشتغل بس مجاب لبيتها الحين قاعد يعطيها هذه الحرية اللي شوية انها تروح وتتحمل المسئولية تروح الدوام لامور نفس هذه ثانية يعني قاعد تاخذ هم مكانتها في العلاقة الزوجية صحيح امبي ليش قلتي يعني قاعد يعطيها شوية حرية قاعد تطلع قاعد تروح قاعد تخطوط مع المال اسرار اسرار شوفي الزواج يعني الريال المفروض ما يتفضل على المرأة بالحرية يعني أهم الأثنين المفروض انه يديرون حياتهم سيم سيم يعني أهو يشيل أدوارها وهي تشيل أدوارها يعني أهو لمن يعطيها الحرية انها تروح تشتغل هو مو متفضل عليها ما يتفضل عليها بس في السابق كانوا يرفضون مثلا يرفضون أساسا كانت كلها في البيت قاعدة صحيح الحين تغيرت هذه النظرة حين يشوفوا المرأة بمنظور آخر بمنظور عنصر مهم وناجح في المجتمع لذلك احنا لازم نغير هالفكرة هذه حط بالك لانت مو متفضل عليها ما تخليت وحتى أي لأنه انت بالنهاية مستفيد يعني الآن لما انتيز زوجة مثلا تكون مثقفة واعية تساهم بالمجتمع هذه باتشر مساهماتها قبل ما تكون بالمجتمع رح تكون في مجتمعك المصغر انها هي رح تربع عيالك يعني أنا عرف زوجات يعني ما عندهم عيال وايد مثلا اثنين ثلاثة مطلعين بدكاترا صحي مثلا يعني اعضاء فعالين بالمجتمع لذلك مثل ما رديت وقلت من البداية ايه هي رحلة وهو مشوار اذا الاثنين ما هندسوا ولا خططوا لهذا المشوار البيت حتما يعني ما رح يمشي لذلك ام عبد الله وام عبد الله هذا لازم يعبشنوا دورها وهذه لازم تعبشنوا دورها عشان تذي ابي اتكلم في موضوع يمكن دور الزوج بشكل عام يمكن وايد من الحريم خصوصا خنقول لشاب الفترة اللي الحين موجودة قاعد نشوفهم ونسبة الطلاق واللي قاعد يقولون يمكن كبيرة يمكن صغيرة هي اتوقع لازم تكون دراسات علمية مثبت ان نعرف كم النسبة كانت كثيرة ولا لا ولكن البنت تقول ما يطلع معاي ما يروح معاي السنم ما يتعش ما يقعد معاي لا انها سمة الجيل نبي نعرف الاشياء المطلوبة من الزوج الأساسية اتجاه زوجتا هل مطلوبنا دائما لازم يطلع معاها لازم يشير لها هدايا بكل مناسبة سؤالك يهب لينن الحين انت شنو تبي انا اي اسألك انت شنو تبي انت مو تبي تطلع وتروح وتي وربعك وتبي انه مثلا تحصل على هدايا وتبي كلام حلو يعزز من ثقتك بنفسك مثلا تبي اليمعا نفسي الشيء بالنسبة للزوج ها قاعدين نقول اللي لك لها واللي عليها عليك فاذا انت اليوم الخيانات اللي قاعدة تصير هذه نقطة مهمة جدا لازم اتطرق لها وسامحوني الخيانات اليوم اللي قاعدة تطلع من الزوجة نتيجة شنو صحيح محرومة ما عندها يعني انت لما تطلع تروح وتي ديوانيات وتقعد لا بستاذا ما نقدر نحنا نقول هذا عذر لها ممكنه هو يكون لا لا مو عذر يعني الشماعة ما اطرحك عذر انا اقول لماذا احد الاسباب لا اللي ما تبتخون ما تخون يعني موسف برئيسي لا 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 اللي ما تبتخون تقول تعالي با يا اما نحنا نعدل حياتنا يوم مع السلامة الى اللقاء لان الخيانة وصاخة طبعا فانا ليش اروح لأوث نفسي ايش دي تكون بس انا قاعدة اقول ليش البيت يخترب انت اذا ما تستوفي حاجات الزوجة تبي رفقة اقلها رفقة انت اليوم ما تحتاج تقليل تعيش من غير رفقة طبعا لا لا نفس الشي طالعوني هذا الزوج والزوجة وانا دايما اقولها بدايما بكل مكان اذا مشيتوا تشذي مع بعض بالحياة معنات ان انتو جيران اذا مشيتوا تشذي مع بعض معنات واحد فيكم لاغي الثاني لانا سيرون بالضبط نسخم بعض صحيح الزواج تشذي شفتوا المساحة اللي بالنص هي الخصوصيات بينكم صحيح المساحة اللي تسير اللي على الاطراف هي الخصوصيات مالك في واحد ربعي اهلي مثلا يعني هواياتي لكن اللي بالنص الأشياء المشتركة بينكم كل ما كانت أشياء مشتركة بينكم كل ما صارت الحياة وناسة حلوة رفقة صحيح أسباب اللي قدر نقول انفصال ما بين الأثنين بمعنى البنت من كثر مشاكلها من كثر ما هي التسوي ما تدري عني لا 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 الأمور النكدية الرجل ما يحس أنهو بيته مكان مريح أو بيئة يقدر هو يسترخي فيها فبالتالي تلقىنا دائما هو يحاول ينشغل سواء يطلع مع ربعا ينحاش من البيت بالتالي هني رح تكبر المشاكل ما بين الأثنين هني شو ممكن يوصلون لي حل اي اقعد معه الحوار يعني يعني اذا وصلت مرحلة النكد ما رح تقعد معه لا 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 اقعد معه ليش أوصلها أنا من البداية اقعد معه اسولف معه ترى يا جماعة يعني احنا بالنهاية يعني كائنات قابلة للانفعال للتشكل للتدريب ماكو يعني انا ما قاعدة اتعامل معه اصخرة اقعد معه اسولف معه اقزات ادرب اقرأ استشير اتعلم واي اتكلم معه واطبق تعال يا يبا أنا شنو يعني شتشوف فيني مؤذيك شتشوف بالبيت مثلا موزين بس ايضا اسرار ترى احنا لازم ما ناخذ يعني جانب واحد احيانا تكون الزوجة استنفذت كل المحاولات بس وصلت الى مرحلة يعني انا عندي حالة ضحكني ثلاثة شهور وانتو بكرامة ليت الحمام محروق اقولها بدلي تقول عالي ما عندي سلم شا سوي مراضي بدلي تقول قمت ادخل ااخذ الشمع وادخل يقولها ايه جوره مانسي كمان يعني ما يصير يعني هذا جزء من الاشياء اللي الواحد يعني يكون فيه انتقاص من رجولة الريال المفروض ان الاسنين يكون مستوفين حاجات بعض عشان شدي البيت لا ينقلب الى نكيد لانذا عودتها راح تيابت ابوها ولا اخوها ولا احد راح تقود الريال انه يتعمت راح تقرب تتصرف في هذه الامور سيد مولي نبي منو تنصيح بشكل عام للرجل والمرأة يمكن وايد من الحريم يقولون الريال بعد عشر سنين عشرين سنة وبعد عمر طويل يعني حاولت توايد نتعدل فيه مراضي تعدل يمكن ما اخذ شخصية امه ما اخذ شخصية ابو ما اخذ شخصية يده يعني هنقول الجيل غديم لهذا الجيل اتي له مثلا تلبس له لبس حلو مغيره من ستايلها يطالحها يهز راسه انه اوكي شكلت حلو ما يعطيها الكلام اللي ايه يتبيه ونفس الكلام ممكن حق الحريم الريال توراد من البيت تعبان من الدوام على الطول تقعد تقول لها مشاكل البيت تقعد تفضلك لازم تختار للوقت الصح فانا بنصيحة للجانبين للرجل والمرأة بشكل عام شوف انا راح اقول نصيحة عامة وهذا اقولها بكل لقاتي اللي شوف نفسه ممهيئ يدخل في تجربة كبيرة الزواج تجربة عميقة ممكن انه تترك اثر كبير خصوصا اذا كان فيه اطفال ترى راح يعني تتركون وراكم شيء ممزق شيء مقطع اللي هو الطفل يعني انا عندي اليوم جيل ياي من علاقات مهشمة جيل مو قادر انه يتزوج فاذا انت شايف او انت شايف نفسك مو مهيئ تدخلين للزواج تهيئي لان الزواج علم تهيئي تدربي تعلمي تعلي تزوجه ارجوكم الزواج مو تجربة ما صارت اوكي اللي بعده لا حرام صحيح والأسف بعض الاهالي هم اللي يعطون الحقية للبنت انه يتاخذ هذه الخطوة خطوة الانفصال بيت بوچ موجود وتعالي ورجعي الامور نفس هذه ممكن انه يتجويهم صحيح الامور هذه ممكن انه يتهدم هذه العلاقة الزوجية ما العلم انه اول تقريبا اول خمس سنين بالضرورة انه يكون سبعة سبعة زادوا كانوا سنتين قبل لحين خمسة بعدين سبعة سابعة قاعد اقولك العالم قام يتغير عموما احنا كجيل الشباب ساعات ما يكون عندنا متطالبات متغيرة ما بين الاثنين بضرورة ان يكون التفاهم ما بين الاثنين هذا احد اهم اسباب نجاح العلاقة الزوجي اعطيتش العافية كيد الاستاذة مونة عبدالجليل مستشارة الاسرة والزواج شكرا على وجودك اليوم معانا اتمنى من المقبلين على الزواج من الشباب انهم يخضون في هذه النصيحة وهذه الخطوة الكبيرة الله يحفظكم ان شاء الله اتمنى يا راب كل الشكر لك ساعة من عبدالجليل على وجودك معانا وقالها الكاتب البرغوثي الحب في الحياة غير الحب في القصائد فاصل وراثين